موسيقى لتفرق المحتجين في ساحة رياض الصلح وبدأ أن ليرة تماسكت بعد أعلان الحكومة أن البنك المركزي سيدخ الدولار في السوق الأثنين وعاد المتظاهرون مع حلول الليل ورشق قوات الأمن بالألعاب النارية والحجارة في وسط بيروت ومدينة طرابلس في الشمال وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لصدهم في ثاني ليلة من الاترابات وتأتي الاترابات في الوقت الذي تجري فيه بيروت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح تأمل من خلاله الحصول على تمويل بمليارات الدولارات وإعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح